قلما دي المقطع يا حبايب يريد أن تنزل المقطع بالنسبة للمسابقة يا حبايب فشوف المقطع متعرفون شو نصار بيها اللي على عشر آيفونات وبالنسبة الوقت دي يا حبايب أكو أشياء خرافية لها العلاقة بيسان اسماعيل ولها العلاقة بزارين بيوتيوب نورمار لازم شوفوا المقطع متعرفوها أشياء كليشنارية وفضائح شوفوا المقطع الخبر أولي عدنا عن نورمار تنزيه شوية ستوريات شوية ستوريات صادمة كانت يقول بيها ويحمس بيها المتابعين أكو أشياء كليشنارية قادمة برمضان يا حبايب ولكن يطلب الناس يدعونا فطره شوية الشاعات أنه رجع ويا قمر الطاي وبعض الشاعات الثانية أنه رح يتزوج برمضان فحطكم ستوريات وتوقعوا بالكومنتات أنا ما أعتقد بكرا في فيديو يوتيوب اللي هو ردد فعي لقواتي كلاتهم يا أخي عشوك راجع بقوة تمام ليش لأنه في برمضان شي عم جهزوا تصليش آه لا لا تخبرهم زيبا خلاص بكرا إن شاء الله في فيديو يوتيوب على اليوتيوب سدقوني والله عزيم في شي جاي جدا خطير صح ولا لا سقر بس بدي دعواتكم وفيديو بكرا عزيز كنت مرح عانشنو رح عاجره غير نهار بس بما أنه إنه هذا الشي جاي قوي كتير برمضان فبدي عانش رادة في فيديو سقر قال لب تنشره غزبا عنك قبل رمضان فبكرا إن شاء الله فيديو بدي بس تدعولي وتوقفوا معي لأنه رح تشوفوه جدا خطير وقوي ومو بس مفاجأة واحدة في رمضان إن شاء الله حتكون مفاجأتين جدا خطيرين رح تشوفوني بصورة جديدة جديدة كمان كتير جديدة ننتقل حاليا المصطفى ريدر يا حبايب وغنيتة جديدة نارية د يا حبايب اللي هي كرنفالي الجزء الثالث دس أليوتيوبر طبعا كيد رح يسوي عليها ردة فعل والغنية رهيبة كتبنا بلكومنتات هل عجبتكم أو لا ننتقل حاليا لأسامة مروة ومرضى يا حبايب في نزل شوية ستوريات يقول بها أنه مريض طبعا الله يشفي يارا مشاء الله ما بيه الأخير والعافية طبعا شوية ستوريات الضحك يقول بها أنه مريض برو تفع حرافته تعطيكم الستوريات شوفوها وطبعا لسون يا حبايب تدعوني بلكومنتات أنه الله يشفي ننتقل حاليا القمرطاء يا حبايب وسفرها من الإمارات وروحها حاليا للتركيا فنزلت هذه الستوري يا حبايب كتبئ يعني أقسم أني رح أشتاق إليك حبيبي فهل يترى هي قصدها بحبيبي اللي هو دبي أو قصدها بحبيبي هو نورمار خاصة نورمار حاليا في دبي ما دل الصراحة كنتوني يا حبايب بلكومنتات هل هي رسالة لنورمار ولكن مو بشكل واضح يعني بضافية يا حبايب انتشرت فضيحة لقمر الطائب عما نزلت هذه التك توك كانت تك توك على الأغنية زاف منطاش بشكل مطبيع الصراحة رح أطلكم الترجمة بقعة شوية واضح من قمر الطائب فهم الإنجليزي في فهم معلل الأغنية يعني الترجمة يا حبايب زالة 18 في نبهتكم طلعها هي حاليا قدامكم يعني ما يحتاج أن أقولكم طريقة ممارس الجنس وأضو زالة 18 في المرأة هذه كلمات الأغنية يا حبايب فهذا خلتها تعرض تهجم بشكل مطبيعي فكتبنا بالكومنتات هل تشوفون قمر الطائب استحق التهجم وتعرضت له أو لا خلصوا أنه عمرها 15 سنة وهو أشخاص ما أعتبره قدوا بحياتهم أما بالنسبة لي يا حبايب فهو أخيرا بعد قطعة بشكل مطبيعي نزلت هذا الستوري تحمس بالمتابعين إنه إن شاء الله من بداية رمضان حتى نهاية رمضان رح يكونكم مفاجآت وشياء نارية بشكل مطبيعي فكتبنا أحباب بالكومنتات قلتم تحمسين العودة يارا النارية وبالخطة تهم يا حبايب عن السهل هي حامل فنزلت هذا الستوري سوي بفحص كورونا ولكن كتبه إنه أنا حامل كانت قمعا ما قاعد استهزئ عليكم يا الله شفي يا رب إن شاء الله ما بهي لك خير وعافية وكتبونوا يا حباب بالكومنتات شو رأيكم ووصلوا يا حبايب نهاية صلات المقطع لتسلوا المقطع غايف بالوصف أريد الكل ينزل يا حبايب مجرد ضغطة لايك ومجرد تشوفوا المقطع الكل يتخلي يا حبايب مقطع ناري ورهيب ولا علاقة باليوتيوبر